تنسيق المخطط البياني يمكنك تغيير تنسيق المخطط البياني لأي جزء منه سواء عناصر السلاسل أو الخلفية أو أي جزء يمكن اختيار الجزء الذي تريده من هنا نريد سلسلة محرم على سبيل المثال وهي هذه السلسلة بالأزرق يمكن تغيير نمطها إلى أي نمط من الأنماط الموجودة يمكن اختيار على سبيل المثال هذا النمط أو أي نمط من الأنماط الموجودة هنا على سبيل المثال سوف نختار النمط الأحمر على سبيل المثال ليتم التغيير إليه يمكن تغيير كذلك أي شيء بالنسبة للظل ولأي أشياء أخرى يمكن اختيارها هنا مباشرة لاحظ هنا يمكن اختيار عمل ظل على سبيل المثال يمكن تغيير ما يتعلق بوسيلة الإضاحة بتحديدها يمكن تغيير الأنماط الخاصة بها اختر الأنماط بالنقر على زر الأنماط أو اختيار أنماط سريعة اختر أي نمط من الأنماط الموجودة لاحظ هنا يمكن اختيار أي نمط من هذه الأنماط الموجودة هنا لديك لاحظ هنا يمكن اختيار أي نمط لتطبيقه مباشرة على وسيلة الإضاحة إذن يمكن تعديل أي جزء من المخطط البياني باستخدام التنسيق والتخطيط وتغيير كذلك التصميم